الجملة الفعلية الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل وتؤدي معناً مفيداً يحسن السكوت عليه سواء كان الفعل ماضياً أو مضارعاً أو أمراً يدل الفعل الماضي على وقوع حدث في الزمن الماضي يستخدم الفعل المضارع للدلالة على وقوع الحدث في الزمن الحاضر يدل فعل الأمر على طلب فعل أمر معين في المستقبل أي بعد وقت التكلم التمرين عدد واحد أقرأ ما يأتي وأصنفها في الجدول بوضع العلامة قاطع ومقطوة في الخانة المناسبة تخفض السيارات المعنى تام المعنى غير تام يعبر الأطفال الطريقة بانتباه المعنى تام أم غير تام علق ملابسه في الخزانة المعنى تام أم غير تام أحسنتم الإجابة هي تخفض السيارات المعنى غير تام يعبر الأطفال الطريقة بانتباه المعنى تام علق ملابسه في الخزانة المعنى تام التمرين عدد اثنان أضع العلامة قاطع ومقطوة أمام الجمل التي بدأت بفعل أولاً غرست سلمة غصناً في حديقة بيتها ثانياً نمت نبتة الكورنفلي في فصل الربيع ثالثاً الوردة الحمراء فواحة ممتاز ممتاز يا صغاري الإجابة هي أضع علامة قاطع ومقطوة أمام الجملة الأولى غرست سلمة غصناً في حديقة بيتها لأنها بدأت بفعل أضع علامة قاطع ومقطوة أمام الجملة الثانية لأنها بدأت بفعل نمت نبتة الكورنفلي في فصل الربيع التمرين عدد ثلاثة أكمل بالعنصر الناقص لأحصل على جمل فعلية تدفقت تهاطلت قصف عصف البرد الرعد صحب كثيفة مياه النهر الأمطار بغزارة البرق اشتد دو دو تلبدت تلبدت حسماً الإجابة تكون كالتالي تدفقت مياه النهر تهاطلت الأمطار بغزارة قصف البرق اشتد البرد دو الرعد تلبدت صحب كثيفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر